ياهلا ومرحبا فيكم القصة اللي راح اقولها لكم الان قصة شائكة ومتعمقة كثير راح اقولها لكم بالتفصيل القصة هذه تقريبا صارت احداثها من زمن الستينات انا اقول لكم هذه بداية احداثها لكن نهاية احداثها تقريبا انتهت عام 2019 لكن خلونا نبتدي ناخذها خيط خيط عشان نتعرف بتفاصيل القصة هذه بدأت قصتنا من لبنان وبالتحديد من منطقة اسمها القاع او مثل ما يسمونا اللبنانيين القاع هذه المنطقة يشتغل اغلب السكان اللي فيها بالزراعة والرعي الاغنام وغيرها وخصوصا في احدى القرى هناك كانت تسكن بنت اسمها جورجيت هذه جورجيت كانت غير متعلمة يعني امية وما كانت ابدا يعني مثقفة ولا دارسة ولا اي شيء في التعليم فقط جلسة مع امها وابوها جورجيت انتظرت لما نصيبها يجي اول شيء جاء نصيب خواتها الاكبر والاصغر لكن هي ضلت وما جاها نصيب الى ان وصلت في سن الواحد وعشرين سنة كانت جورجيت طيبة ومثل ما يسمونها اللبنانيين على البركة عايشة يعني عشوائية وما عندها اي مشاكل مع اي احد وغير هذا الشي انه كان ابوها احاتي فيها لدرجة كبيرة ويبي يزوجها باي وسيلة الى ان يوم من الايام جاب لها واحد وقال راح تتزوجين من هذا الرجل طبعا هذا الكلام صار تقريبا عام 1966 ابو جورجيت لما جاب لها واحد ايه ما سألت مين هذا ولد مين وشنو دارس ومين راح يكون لان في ذاك الزمن متعودين الناس فبالاخص البنات ما يراددون ولا يحاججون ابهاتهم ولا يغلطون عليهم وكل اللي قول ابوهم ينفذونه وهذا اللي صار مع جورجيت كان عمرها حزتها واحد وعشرين سنة يعني مو بصغيرة على زمن الستينات فلما تقدم لها هذا اللي اسمه يعقوب منجريان قبلت فيه على حسب اختيار ابوها وتزوجته بعد ما تزوجت عرفت ان هذا يعقوب ما كان لا موظف ولا كان اصلا لبناني كان اهو من الارمن وعايش في سوريا ما اخذ الجنسية السورية وعاطل باطل وتعرفون انتو زمن اول ما في ذيك الوظائف فلما تزوجته ضاقت الويل جورجيت بالاخص ان هذا الرجل يعقوب ما كان عنده شيء قدم لها وخصوصا انه ايضا اهو يعني لا لبناني ولا اصلا جورجيت تجنست على جنسيته فقط اللي حصل اهو ورقة الزواج فقط لكن مع ذلك جورجيت تعايشت مع هذا الوضع ومضت الايام يوم تلو اليوم الثاني وبعدها سبحان الله جورجيت حملت وجابت ولد سمته بولس وبعدها تقريبا بسنتين جابت ولد وسمته جوزيف وبعدها جابت ولدها الصغير اخر العنقود وسمته هايك لكن في كل هذه الولادات كل ما تولد جورجيت تصيح وتنهار وتحط يدها على قلبها وتعاني الامرين من مستقبل عيالها اللي بيجيهم ليش لا وهو اصلا زوجها مراضي يعطي اعيالها اوراق يجنسهم على جنسيته وهناك في لبنان ان الولد خلاص ينسب لابوه والابو هنا من زمان في لبنان وما هو راضي يروح مشوار الى سوريا عشان يوثق اعياله في الدوائر الرسمية السورية فما رضى ان يسجل اعياله على اسمه وقال حق زوجته انا مثل ما عشت كذا بعيش اعيالي مثلي نزين انت جيلك غير عن جيل عيالك لا انا عندي كذا عاجبك كان بها مو عاجبك انا صراحة اتوكل كان دائما قاسي وما كان ايضا عنده مرونة في الحديث ولا عنده روح الاستماع حتى التفاهم بينه وبين زوجته معدوم ايضا كان دائما يضرب عياله ويطقهم حتى هم في عمر صغير دائما ضرب في ضرب كان قاسي كثير عليهم الحين كبروا العيال وجورجيت كل ما يجي لها وتخاف من مستقبل عيالها اللي اغلب اعمار الاولاد كلهم اللي في سن عيالها راحوا المدارس وعيالها قاعدين عاطلي وصغار وتحتها غير هذا الشي كان الفقر يقترب منهم اكثر واكثر خصوصا ان ابوهم هذا يعقوب كان فعلا لقاله وظيفة في احدى المطاعم في الاشرفية اشتغل فيها فترة وطلع ما عجب الحال ورجع في البيت عاطل باطل وكل الوقت قاعد ويصارخ ويهاوش ويضرب في عياله جورجيت كل ما يجي لها ويزيد ألمها اكثر واكثر حتى لدرجة انها حاولت في زوجها يروح سوريا او هي تروح تسوي لعيالها اوراق رسمية دون فايدة ما رضى ابدا مو مثل الحين بسرعة تخلص الاوراق في اي دولة حتى لو كنت في اقصى العالم عن طريق النت او عن طريق الفاكس والبريد وغيرها اول ما كان هذا مسموح لازم يكون وجوده اهو رسميا الحين العيال كبروا وصار اعمارهم فوق الثلاث سنوات فالحين القانون اللبناني يحط حدود انه اذا الطفل كبر وما تسجل في قيد عائلي خلاص هذا لازم له محكمة ويطلع منها باسم ابوه يعني لازم فيها راحات ومحامين وجيات وكذا من شافت جرجيت ان الامر استصعب اكثر عرفت ان لا يمكن ان عيالها راح يتسمون باسم ابوهم شلون واصلا ابوهم مراضي يسمع منها ولا كلمة بعد فترة جرجيت حاولت يعني يمين وشمال خصوصا ان جرجيت عايشة مثل ما قلنا في القاع وهناك ايضا في رهبان ومطران وغيرها فحاولت جرجيت تودي عيالها في مدرسة داخلية تبع الرهبان اللي موجودين عشان يدرسوا عيالها كانها دراسة خيرية يعني احنا نسميها فودت عيالها لكن طلبوا منها فلوس 300 دولار ثمن ادراستهم واكلهم وشربهم وغيرها فكانت هي عارفة من وين تجيب هالمبلغ لانها اصلا هي عايشة مثل ما قلنا في ضيعة اكلهم وشربهم كلها يعتمد على الزراعة فايش سوى جرجيت قامت تشتغل كخادمة في احدى الدير هناك في لبنان وكانت كل ما يصير نهاية شهر كل المبلغ تطير تركض فيه الى هذه المدرسة الداخلية اللي كانوا يتطوعوا ويدرسوا عيالها بدون اوراق رسمية الحين عيالها كبروا طبعا عندها في المدرسة الداخلية ثلاث اولاد ما جابت بنات اللي هي جرجيت اول واحد بولس والثاني جوزيف والثالث هايك كان بولس وكذلك جوزيف مرتاحين جدا من الدراسة وحابينها كثير وانتو تعرفون الشيء الممنوع دائما مرغوب وبالاخص ان هذولا بالموت حصلوا على التعليم بسبب امهم ومعاناتها الحين هايك هذا منه في الروضة لما كان في المدرسة الداخلية ما كان يتعلم كثر ما انه يحب يروح الكنيسة ويخدم فيها يولع الشمعة او يخدم الناس اللي موجودين فلما شاف الاب في الكنيسة قال لي يا ابني روح اتعلم ليش ما تدخل وتتعلم وتدرس قال لي لا انا اذا كبرت ابي اكون خوري مثلكم فاهو الاب هنا عجب هذا الكلام لكن قال لي لا لازم انت الان تتعلم يا ولدي اضل على هذا الوضع تقريبا هايك دخل في هذا الدار المدرسة الداخلية من عام 1982 حتى عام 1984 خلاص قرر هايكه تقريبا عمره 10 الى 11 سنة ان يسافر معهم يروح الى ايطاليا يخدم هناك لان احنا نعرف ايطاليا فيها الفاتيكان ومعروفة ايطاليا بانها ام الطائفة المسيحية الكريمة فعشان كذا هذا الولد كان وده ان يروح يدرس ويتعلم فجاء هذا الخوري وخبر ام هايك اللي هي جورجيت وقال لها ولدك يبيروح الى ايطاليا عشان هناك يدرس بالمدرسة الداخلية منها يكون كاهن او مثل ما تقولون يعني واحد متعمق في الدين ومنها يدرس ويكمل تعليمه بالمجان بدون ما يدفع ولا شيء احنا بنتكفل فيه فالام هنا فرحت بالاخص ان ولدها بيدرس بدون تكاليف وهنا مثل ما قلنا لبنان يعني كانت دولة معتمدة على الزراعة ما كانت لها مصادر دخل اخرى فقبلت الام لكن اول ما قالت حق زوجها شن شا انت وهاج هيجان غير طبيعي وعصب وقام يصرخ وما رضى يتقبل ولا كلمة حتى انه يعني سوى البيت جحيم جمع عياله اللي هو بولس وكذلك جوزيف وزوجته جورجيت وقال لهم اسمعوا والله لو ولدي يهاجر ويروح مكان ثاني ايطاليا عاد او غيرها راح احبسكم كلكم لكن هنا جورجيت ضلت تفكر قالت الحين اذا ضل راح يتعلم بالمدرسة الداخلية ورح يطلع ويقعد يمي في البيت حالحال اخوانا لان المدرسة الداخلية اكيد ما راح تعطى شهادة الشهادة راح يكون بسمين واحنا نعرف انهم يعني كأنهم مجهولين الهوية ما عندهم اثباتات فلما فكرت جورجيت بينها وبين نفسها قررت وراحت حق هذا الاب الخوري وقالت لأخذ ولدي معاك وده الى ايطاليا وهناك انا بدعي لان الله يوفقه يكون حليفة في كل تصرفاته هنا الاب هذا الخوري اخذ موافقة الام وقام هنا يفكر شلون يطلع هايك الى ايطاليا هايك ما كان عنده اوراق رسمية يعني هايك اسم بس كذا ما في شيء موثق في الاوراق الرسمية فقام الاب الخوري هنا وحاول معرفة لأحد الاشخاص انه يتبرع ويعطي اسمه لهايك وكذلك لاخوانه الثنين وفعلا واحد اسمه الكسندر شحادة لبناني تطوع عشان الاب هذا اللي راح له طلب من الخوري وقال خلاص انا عشانكم بروح وبوثق الاولاد باسمي وفعلا وثق هذول الاولاد باسمه الحين صار هذا هايك باسم ثاني اسمه صار طوني اليكسندر شحادة فبعدها قدر هذا الاب الخوري انه ياخذ طوني يوديه الى ايطاليا لكن قبل ما يروح ايطاليا وادع امه هذا طوني اللي اسمه الحقيقي هايك وامه جورجيت انهارت من الصياح وقامت تبكي خصوصا انه كان صغير يعني ما كان كبير قال لها هذا الخوري ليش انت زعلانه الحين مو انت تبينه يتعلم مو انت شايفه وضعك شلان تخدمين في البيوت ويعني تتعذبين وتتلعوزين عشان عيالك الحين ولدك رح يتعلم وراح يدرس وراح يكون شي كبير ويجي لبنان وراح يفيدكم ويصرف عليكم ان شاء الله عشان كذا لا تحاتين وابتدي ادعي له ان الله يوافقه في هذا مشوار الصعب بالاخص انه لا لغة يعرفها ولا اصلا اعادات ولا تقاليد فهنا جورجيت مسحت دموعها وادعت ابنها هذا وراح فعلا مع هذا الخوري الى ايطاليا بعد تقريبا سنة سنتين هذا الاب للأسف توفه وبعدها تقريبا بست سنوات يعني لما سافر هايك كان عام 1984 ولما جاه الى لبنان جاه عام 1990 فلما جاه هايك كان فعلا سعيد ومبسوط وفرحان وكانت الدنيا كلها تدور حواليه من شدة ساعاته كان حزتها عمره فقط عشرين سنة وكان شايف الحياة حلوة وكان يضحك مع امه وكانوا اهله جدا سعيدين وفرحانين من مستوى المعيشة اللي هو عايش فيها بالاخص انه جايب لهم صور اشلون متصور يم برج بيزة المائل ويم الاثار والانهر الموجودة هناك غير انه يكفي تعليمه الدراسي بامتياز وكذلك في وقت قصير جدا لكن سبحان الله دائما الفرحة ما تتم خصوصا اذا كانت على عجلة هذه الام جرجيت ما كانت تعرف انه عام 1990 كان اخر يوم راح تشوفه وهو يوم الوداع لما كان بيروح الى ايطاليا وادعت حضنته اخر حضن بعدها هايك اتجه الى المطار وهناك في المطار شافه خاله خاله كان يشتغل هناك في الجيش يعني يحمو المطار فعلى طول طار هذا خاله الى غرفة المسافرين وودعه وسلم عليه وبعدها قال له هايك شوف يا خال انا بعطيك هذه خمسين دولار عطها الامي عشان يعني تذكرني فيها فهو قام يصيح وقال خاله خلي بالك من نفسك سافر ان شاء الله تكون سهلة عليك ولا تنسانا على طول ابعث لنا الرسائل وقال له هايك اكيد ما راح انساكم وفعلا سافر هنا هايك وراح الى ايطاليا لكن تقريبا بعد اسبوع الى اسبوعين هايك رسل رسالة الى امه وقال لها انا تركت الدير هذا دار الرهبان ورحت يعني برا خلاص عند ناس معينة وحدة تدرس ولدها عربي وجابتني عندها في البيت عشان ادرس ولدها عربي وفي المقابل انا يعني اخذ اكل وشرب بالمجان واروح الجامعة وادرس فهذا اخر خطاب كان من هايك الامة فكان هايك جدا فرحان ومبسوط انه اخيرا طلع الى جو ثاني هايك شاف مجتمع مختلف 180 درجة من المجتمع اللي كان عايش فيه من الجو الروحاني والجو اللي يتعاملون فيه باسم الدين غير لما تتعامل مع ناس اهم شي مصلحتهم واهم شي نفسهم فشاف اختلاف وموه قادر يعني يتأقلم معاه فهنا الام جورجيت كانت دائما تحاول انه يعني تقرب صلة الاب هذا يعقوب بولده خصوصا انه اذا بعث رسالة هايك ولدها على طول تخلي ولدها جوزيف يقرى الرسالة لكن على طول جوزيف من اول ما يخلص الرسالة يقوم يعقوب ويشقق الرسالة ابوهم ويقطها ويذبح في الاولاد وكذلك الام كان على طول قاسي وكان ما عنده تفاهم وكانت حياته مع زوجته جدا صعبة الى ان خلاص بعد اربع خمس سنوات هذا الاب للأسف توفى توفى هنا الاب والعيال اصلا من البداية متمرمطين سواء بوجوده او بعدما فهنا ظلت الام جورجيت تنتظر خطاب من ولدها سنة سنتين ثلاث من تقريبا عام الفين وثلاثة ما جاه جواب ابدا من ولدها هنا خافت الام وحاولت تتواصل او حاولت انه يعني تشوف طريقة شلون وهو اخر مرة الخوري هذا اللي هو كان صلة الوصل بين اهل هايك بين الدار اللي كان عايش فيه ولدهم هايك كان موجود حي يرزق لكن بعدها توفى الحين ما هم عارفين شنو يسوون خصوصا انهم اعتمدوا اعتماد كلي على ابنهم هايك قالوا الحين هايك وهو اصلا رايح متعلم واكيد صرفوا له هناك مقافئة واكيد عندها طريقة انه يوصل لنا بالاخص انه بيتنا موجود ومكاننا موجود وحتى يعني كل شي موجود وواضح عندنا هنا لكن احنا شلون نقدر نوصل له وشلون نقدر نبحث له في بلاد العالم الواسعة احنا من بلدة ضيعة وغير متعلمين ولا عندنا اللغة الايطالية ووين انروح اصلا وشلون نخبر السفارة اللبنانية هناك واحنا اصلا مزورين اوراقة من البداية فاكيد راح تلاحقهم هنا مسائلات قانونية وغيرها فخافت الام وسكتت مضت السنوات سنات والسنة والام بدأت تعاني الامرين والامرات قامت تدور حواليها الى ان سوت الام عملية قلب مفتوح وكذلك شالت المرارة وبهنا ظلت الام تدعي انه بس تبي الله يخليها شوف ولدها هايك بصحة وسلامة قبل ما تموت وظلوا على هذا الحال يدورون يدورون حتى انه لقوا بقدرة قادر واحد شغال في ايطاليا وكان يعني منصبه رفيع فحاولوا انه يخلوه يتوسط لهم يدور في الاوراق اللي عندهم عن ابنهم اللي اسمه طوني الاسكندرش حادة مزورين الاسم طبعا فهو حاول يدور يدور ما لقى اي حس ولا اي خبر لا في ايطاليا ورد عليهم قال ما في لا اي وجود اصلا في ايطاليا استغربوا هنا الاهل وظلوا يسئلون يسئلون الى ان مضت تقريبا 29 سنة من اختفاء ولدهم دون اتصال هايك فيهم ودون حتى ارسال رسائل لهم في هذه الفترة طلعت جمعية هناك في لبنان هذه الجمعية تعني ناس المفقودين تسوي لهم طريقة توصل ويبحثون عنهم عشان يوصلون الابن او الولد للعائلته او الاهلة فاحنا نعرف لبنان حثت فيها حروب اهلية داخلية وهذا طشر الابناء وطشر العوائل والاسر فاللي في كندا واللي في امريكا واللي في فرنسا وغيرها فهذا حصل ابتعاد الاسرة وحصل ايضا صعوبة في اقتراب العائلة وغيرها المهم ان هذه الجمعية قامت تبحث عن هايك في كل عقر وفي كل مكان تدور له في ايطاليا شافت انهم لازم يتواصلون في البداية مع دار اسمه دار الارمن بكفية بلبنان لما تواصلوا مع هذا الدار قاموا هذا دار الارمن وتواصلوا مع اللي هو الدار اللي كان فيه هايك من قبل اللي في ايطاليا وقال لهم هذا الدار انه فعلا كان موجود هايك عندهم لكن للأسف هاجة تركنا وراح تقريبا من 29 سنة ما شفنا والحين وهو نقل من منطقة ديفينيس الى منطقة ثانية ابدا ما فيه لأي خبر وبعد السؤال والتفحيص والتمحيص لقت خيط اللي هي الدار الارمن في بكفية انه فعلا كان موجود هذا هايك في السجن في فترة من الفترات في احدى سجون روما بايطاليا الحين قاموا الجمعية يدورون عن الخيط اللي يربطهم بهايك خصوصا الناس سمعوا بشي اسمه سجن فراحوا فعلا سجن روما سجن روما قالوا لهم ما فيه اي واحد دخل علينا باسم هايك ولا اصلا باسم طوني اسكندر اشلون الحين وين يروحون فالكاهن اللي كان موجود في هذه السجون كان اصلا اصلا لبناني يتكلم عربي فلما شاف صور هايك وهو طبعا اكيد الصور اللي موجودة عندهم صور منه عمره عشرين سنة قال كان فيه واحد يشبه تقريبا في السجن في روما لكن ظل فترة بسيطة وبعدها طلع لكن ما يعرف عنه اي معلومات قال لهم اذا تابون تعرفون معلومات اكثر تواصلوا مع مرشد السجون هنا في ايطاليا ايطالي هذا اسمه دون روبيرتو كان دائما هذا دون روبيرتو يطلع على القنوات ويتحدث عن امور المساجين وغيرها وفعلا راحوا على طول هذه الجمعية واتصلت بدون روبيرتو دون روبيرتو كان مشغول وقال لهم رسلوني على الاميل لما رسلوا على الاميل للأسف انه ما رد لهم اي خبر لكن بعد فترة معينة وتقريبا عام 2018 رسلت لهم وزارة العدل انه نهائيا ما في واحد بهذا الاسم طوني الكسندر شحادة موجود ولا له وجود اصلا في روما ولا دخل لا في السجون ولا في الاوراق الرسمية فهنا استغربوا هنا الجمعية قالوا مستحيل اشلونه رايح الى ايطاليا وكذلك رسائلة والناس اللي موجودين عاشروا قالوا انه شافوه بالاخص انه كان عنده صديق مرة مرة يحبه وكان هذا الصديق لبناني اسمه بير راحوا وتواصلوا مع بير بير قال من 30 سنة ما شفته وفي بعد واحد زميلة كان في الدار معه او الدير اللي يسمونها فهذا الزميل بعد ما راحوا له قال لهم فعلا كان هذا هايك معاي لكن بعدها طلع من الدير ما اعرف عنه شي تقريبا من 29 سنة ظلوا الفريق البحثي هنا يتابعون وهم على اعصابهم ما هم عارفين شنو راح يسوون بعدها راحوا الى اهل هايك وشافوا الرسائل الاخيرة اللي رسلها هايك حق اهله شافوا ان هايك رسل لهم طبعا رسائل كثيرة جدا من ضمنها اخر رسالة مدون لهم عنوان ورقم تلفون انه مغير سكنة فقاموا الفريق البحثي واتصلوا على هذا الرقم لمدون لكن للأسف انه طلع ملغي واصلا هذا الرقم مرقم جوال كان رقم ثابت وايضا الفريق البحثي راحوا الى العنوان اللي دونه لأهل اخر رسالة لكن لما وصلوا الى هذا المكان شافوا انه تحول من عمارة الى دار سينما يعني تخيلوا كيف 29 سنة شنو تتخيلون راح تصير في المباني اكيد كل شي بيتغير فهنا حاول الفريق البحثي يلقى خيط دون جدوى وفي هذه الاثناء قالوا ما في الا احنا نتواصل مع السفارة اللبنانية في ايطاليا وبهنا طبعا اكيد اذا في مراجعات للسفارة اكيد لازم كل شي يكون موثق وكل شي يكون رسمي فبالتالي اخيرا وافقوا عائلة هايك امه واخوانه انهم يقرون ان يبون هذا الفريق البحثي يبحث عن اخوهم مهما صار وانه راح يتحملون اي نتيجة عواقب راح يعني يسونها لهم اللي هي السفارة او الشرطة اللبنانية لانهم قاموا بتزوير الاسماء وفعلا راحوا على طول الفريق البحثي الى ايطاليا وبالاخص في روما وراحوا للقنصلية او السفارة اللبنانية في ايطاليا لما سئلوهم عن الاسم تفاجأوا انه فعلا كان موجود ملف باسم طوني الكسندر شحادة وكان مفتوح من عام 2001 وما تسكر بمعنى ان هذا الرجل موجود ومغير مكانه يروح من مكان الى مكان على اساس انه عايش بدون اوراق يمكن رسمية الحين عرفوا الفريق البحثي ان هذا هايك موجود حي يرزق وايضا موجود في ايطاليا وقالوا لهم هذول اللي يشتغلون في السفارة اللبنانية بعد ما طلعوا على الملف حق طوني او هايك اخر زيارة له في القنصلية انه مدون لهم ارقام ناس يتواصلون معاهم اذا هو غاب او اختفى من ضمن هذول الناس حاط رقم احدى الكهنة اللي هو اسمه دون فرانكو اخذوا الفريق البحثي هذا الاسم دون فرانكو واخذوا رقمه وتواصلوا معاه لما راحوا حق هذا الكاهن في هذا الدير جلسوا معاه وبعدها شرحوا للقصة ومعاناة الاهل انهم يبون يشوفون ولدهم بس ما يبون شي ثاني فهذا الكاهن قال شوفوا انا صراحة شفت واحد ضايع بلا هوية بلا مأوى بلا اكل بلا شرب ولما شفت انكسر خاطري عليه وقعت يعني اقوي وحط له غرفة عندنا في هذا الدير وياكل ويشرب ويخدم في الكنيسة هذا فعلا اسمه طوني وفعلا بعد محاولات قدروا انهم يتواصلون حاج طوني اول ما شاف الفريق البحثي طوني اللي هو هايك قعدوا معاه وسئلوا شنو اسمك قال لهم انا اسمي طوني واسمي بدون الاوراق الرسمية هايك قالوا لا شنو عائلتك قال ما اتذكر اسم عائلتي طيب تذكر اسم امك قال ايه تذكر صورتها ايه تذكر ابوك اخوك قال ايه اخوك قال لي حادث خطير جدا كانت في وحدة وياي زميلة لي كانت تشتغل يعني وقالت لي ابي اروح مشوار الى منطقة بعيدة من روما وبيك تجي وياي بالسيارة عشان اخلص بعض الاوراق الرسمية حق تبي تشتغل في احدى الشركات وفعلا وافق هايك وراح اياها ما كان يعرف ان هذا القرار كان خاطئ مية بالمية لان لما راح معاها بالسيارة على طول كانت تسرع واحنا نعرف ايطاليا كلها شوارعها ضيقة خصوصا انها مناطق جبلية فلما راح معاها على طول سوت حادث لانها كانت تسرع سرعة قصوة فعلى طول هنا شاف نفسها انرطم راسها بالسيارة وبعدها قام يسيل الدمان وحاول يطلع من السيارة ما قدر حس ان رجولة شوي مشلولة اول ما رفع راسها تذكر او شاف ابوك انه حلم واما واخوانا وبعدها غاب عن الوعي ومن غاب عن الوعي فقط جزء من الذاكرة يقول هايك طوال هذه المدة يعني ابي احاول ارجع الابوي لامي لاخواني لأهلي لكن ماني عارف انا ادري اني انا امي لبنانية وعشت في لبنان لكن ما اقدر شلون اتواصل وياهم بالاخص ان عمري نسيتها وكذلك احداث الطفولة القديمة جدا برضو نسيتها لكن بعد الطفولة كل شي اتذكره لكن بشكل طفيف بعض الاشياء المهمة جدا ايضا نسيتها الحين شنو قصة السجن يا هايك هايك قاعد يتكلم عن المعاناة اللي كان عايش فيها لما طلع من هذا الدير وراح بيت وحده يعني يشتغل عندها يعلم ولدها عربي وبعدين انتقل من عندها وراح عند واحد سكن وياه بالمجان عشان بس يروح الجامعة ويجي بعد فترة بسيطة شاف روحها هايك يعني ما يبيثقل على الناس ولا عنده فلوس يتأجر فشاف روحها انه اخذ لمسكن اللي هو الشوارع والطرقات حق ايطاليا وهناك تكثر العصابات وتكثر الناس الشينة والناس المجرمة وبهنا حاول انه يتعرف على ناس على الاقل يساعدوه او يأكلوه فهنا هذول الناس رحموا حاله وفعلا اخذوه وحاولوا انهم يدبروا لمكان لكن للأسف انهم كانوا صحبة سيئة ومجرمين فتورطوا هذول الشباب في عمليات سطو كثيرة وبعدها لبسوا التهمة انه كان معاهم واكيد هايك ما كان متعود على هذا الجو ولا كان متعود على هذا الناس الشريرة وحس انه كل الناس يتعاملون معه بعفوية على طول الشرطة اصلا ما سمعته اخذته سجنته هناك وبعدها ما شافوا عنده اوراق رسمية عطاه وثيقة فقط يعني عشان يتعرفوا عليه في السجن هذي الوثيقة اللي عطوه زي يعني مثل ما تقولون باسبور حقه اخذها وظل يتعامل وياها طوال ما هو عايش هناك في ايطاليا بهذه المدة اللي قضاها وفي خلال هالفترة يقول هايك تعرفت على بنات كنت ابي اتزوج لكن شلون يقبلون فيني وانا اصلا عمري ما عرفها حياتي ما عرفها كأني مجهول الهوية لكن اكثر شي صدم هايك واثر عليه في حياته لما هايك راح فعلا الى السفارة اللبنانية في ايطاليا وعطاهم معلوماته وفعلا قالوا له تعال لنا عشان تكمل اوراقك في عام 2003 قبل ما يسوي حادث اللي هو ياثر على ذاكرته فلما راح لهم قالوا لا شوف يا هايك انت تبي تسوي بصبور جديد فلانك انت انطوى البصبور القديم طوني الكسندر شحادة مو موجود وتأكدنا بشكل رسمي من الجهات المختصة في لبنان ان هذول الثلاثة جوزيف وبولس وكذلك طوني ميتين وليس لهم موجود في الحياة عند الكسندر شحادة واصبحت الان انت ملغي واصبحت متوفي وبمناسبة هذا الكلام جيب جوازك لانك انت منتحل شخصية ثانية قال لهم هايك لا انا مو منتحل انا قصتي قالوا لا قصة ولا غيرها جيب الجواز وروح كان توى ملاقي له هايك عمل اللي هو يشتغل في احدى المطاعم حلونجي فلما اخذوا جوازه القنصلية خلاص ما عنده اوراق فطردوه العمل فظل يعني مثل المتشرد من مكان الى مكان يروح لما الله ثم هذا الكاهن دانا فرانكو اخذه وخلاه عنده في الدير فهنا يقول طوالها الفترة هذه احس كأني شبح انا غير موجود في لبنان وانا غير موجود في ايطاليا امي اخواني اهل اللي في لبنان ما عرف تواصلوا اياهم اصلا لا رقمهم معرفة ولا شي في ذاكرتي موجود لهم اش لهم بقدر تواصل معاهم وغير هذا الشي ان اهم اصلا ما تواصلوا مع السفارة لانهم خايفين من الملاحقات القانونية فضل على هذا الوضع فترة طويلة تقريبا 30 سنة من عمره دون فايدة لكن الغريب في الامر مو احنا قلنا ان الكسندر اش حادة وهو يعني انسان زين وطيب وهو اللي يسماهم باسما ليش يرجع ويكنسلهم ويوفيهم هذا غصبا عنا صار لان الحكومة عرفت بما لا يدع للشك لما راح بعدها بفترة يبي يجدد اوراقه وكذا عرفوا هناك وقالوا الان تكنسلهم ولا بتصير عليك مساءلات قانونية وبعدين بتنسجن فاهو طبعا رضخ للامر الواقع وكنسلهم عشان يمشي مع القانون فاصبح هذول الثلاثة غير موجودين في الحياة ابناء جورجيت الحين هايك قال قصته للفريق البحثي وقال لهم انا جدا مشتاق الاهلي وابي اشوفهم لكن ما نعارف شلون اشوفهم هايك للأسف ما يقدر يرجع لبنان لان مثل ما قلنا بدون هوية لا اوراق رسمية لبنانية ولا اوراق رسمية ايطالية يعني اصلا راح على الفاشوش حتى دراسة ما خلصها وبهنا راحوا الفريق البحثي حق عائلة هايك وفعلا قدروا يطلعوا جواز ارماني حق جوزيف ولد جورجيت وكذلك بوليس وفعلا راحوا العائلة الى ايطاليا يبون يشوفون ولدهم هناك واول ما شافت امه في الدير كان موجود حضنته وقامت تصيح ولو تشوفون قد ايش يعني اللقاء جدا شاعري وجدا يعني اثير العواطف خصوصا ان هذه الام عاشت عمرها كلها تدعي انه بس تشوف ولدها قبل ما يموت وفي الاخير يعني شافتها تقريبا عام 2019 وهو تقريبا في الخمسين من عمره يعني شوفوا قديش الزمن يطول كلها بسبب ابوهم اللي ما سجل اعياله باسمه وهذا ضريبة اللي سوا وخلى عياله يفقدون مستقبلهم ويفقدون حتى ادنى مسببات الحياة كان من زمان هايك متزوج وجاي بعيال لكن للاسف انه ما حد يبي ولا حد يبي شغله هناك لانه فعلا كان هايك ما لا وجود ولا لا شي يثبت انه كان اصلا عايش هناك بعد هذه الفترة وبعد ما لتقى هايك بعائلته وكل شي تمام التمام الحين يبوني رجعونا لبنان هايك للاسف انه بدون اوراق واذا يبي يطلع اوراقه الاصلية ان ابن فلان الفلاني لازم محاكمه وغيرها عشان كذا ضل بعد ما لتقوا اياهم وضلوا معا رجعوهم الى لبنان وانتظروا المحاكمات والاوراق الرسمية وبعدها اهو طلع طلبية من ايطاليا انه يبي الجنسية خصوصا انه ضل فترة طويلة 30 سنة وفعلا عطوه ايطاليا الجنسية الايطالية بعد ما تأكدوا انه كان فعلا متعرض لحادث وكان موجود في ايطاليا طوال هالسنين وبعد ما خلص واخذ الجنسية وجدد جوازه فعلا رجع هايك بعد رحلة عذاب ومعاناة طويلة الى ديرته شاف جده وشاف امه لكن ابوه ما قدر يشوفه لان ابوه مات من سنين طويلة وما قدر يلحق عليه اخوانا للأسف انهم بس كملوا تعليمهم بشكل مبسط ما كملوا الثنوي ولا الجامعة فاصبحوا يعني يشتغلون في المزرعة وهو مع اخوانا للأسف ان بعض الابهات يسوون اشياء ما يدرون انهم اهم يقتلون كل حلم وكل مستقبل يبون يسوونه في عيالهم بنفسهم بيدهم هذا اكيد حالة نادرة واكيد انه ممكن للاباء مثل هذا الرجل يعقوب لكن للأسف هذا ما اقترفت يداه سبب خسارة فادحة في مستقبل الابناء هذه نهاية قصتنا اليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو